في ناس وعلى ذكر حضرتك وانت بتكلم في البداية كده بتقول الاختيار في ناس في البداية بتختار فعلا كويس وبتراي مجموعة من القصص والمعايير يكون صادق مسألة الالبخلة برضو مؤثرة بشكل كبير جدا قربه من ربنا علاقته بوالديه وبتكون الدنيا كويسة جدا وبينثق في ان الرجل ده هيراعي ربنا في البنت دي لكن برضو بيجي بعد الجواز بشهر شهرين ثلاثة ويحصل انفصال او بسنة سنتين يعني مش لازم المودة كون قصير رقوي ويحصل انفصال ده بيكون سببه ايه؟ سببه الكذب في فترة الخطبة زمان كانوا بيقولوا كل خاطب كذب او احنا بنقول انا لا اكذب ولكني اتجمل يعني الخاطب لما بيبني حياته على انه ده انا حبنيلك قصر ده انا هعمل كل حاجة ترضيكي ده انا ان شاء الله بإذن الله هشتغل ليل ونهار علشان كذا وهي بتقوله ده انا هسمع كلامك ده انا حياتك هتبقى افضل واحسن هي ما بتقولوش انها ما بتعرفش تطبخهم بيقولهاش ان هو ميزانيته في الشهر هتبقى كذا وكذا وكذا لما بيحصل الكذب في فترة الخطبة بيحصل التجمل في فترة الخطبة وبيحصل المداراة في فترة الخطبة بتؤدي بعد كده لما يقفوا على الواقع ويشوفوا الواقع بيلقوا مشكلة كبيرة جاب كبير جدا بين الواقع وبين الحقيقة اضف الى ذلك فكرة ان احنا مربناش اولادنا تربية حقيقية تربية صحيحة على معنى الصبر على معنى التحمل المسئولية فالبعض فاكر ان هو لما هيجاوز واحدة انه كده خلاص هيعيش في الحياة السعيدة لما فيهاش اي مشكلة او هي فاكرة انها هتتخلص من قيود الاسرة او باباها اللي ما يقولها اعملي وساوي وانها هتروح للزوج كل الزواج عبارة عن خروجات وفسح وما شبه ذلك فبيصطدموا بالواقع فعشان كده احنا بنقول فترة الخطبة فترة مهمة جدا ان احنا بنبقى صادقين فيها ان كل واحد فيهم يقول هو عايز ايه وهيقدر يقدم ايه في فترة الخطبة ان اقدر اقول للطرف الاخر والله انا بيعجبني كذا ما بيعجبنيش كذا ان انا اقدر اكون صريح في فترة الخطبة هقدر اتحمل ده ولا مش هقدر اتحمله شكرا